دكتور محمد حريك قلت ان انت اشتغلت زرع رئة كتير في دول اخرى ولكن من حديث الوفاء الفرق هنا ايه انه في عمليات زيادة انه في اتنين مريض او مريض اخر انت قلق عليه ولا ايه بالزبط حيال الفرق كبير بمعنى اولا ان فيه المتبرع المتوفي حديثا الموضوع سهل ان ده متوفي حتى لو فيه اي مشكلة في المتبرع موضوع بسيط ولكن في المتبرع الحي انا عندي اتنين متبرعين احياء اصحاء بس تقصل جزء من الرئة بتاعتهم وهنا لازم يبقوا اتنين ولا موك لازم اتنين لازم اتنين عشان ياخد فص من هنا وفص من هنا في حالات ندرة ممكن واحد بس فيه اطفال ناسا صغيرين عنده اربع او خمس سنوات ممكن يستحمل ان هو ياخد فص واحد بس دي حاجة الحاجة التانية ان في التبرع من المتوفي حديثا انا باخد خمس فصوص رئتين كاملتين بينما في التبرع فاخدت رئة وحطيت مكانها رئة تانية وموضوع انتهى بالضبط لكن انا هنا باخد فص واحد وبتعامل معاه جراحيا اكنه رئة بمعنى ان انا باخد شريان بتاع الفص والجزء الهواء مجرى الهواء بتاع الفص والوريد بتاع الفص وتعامل معاهم اكنهم رئة كاملة فبالتالي جراحيا الموضوع تيكنيكلي بيبقى اصعب شوية وفي نفس الوقت حتى حفظ الرئة في الرئة اللي متاخدة من المتوفي حديثا اسهل من حفظ الرئة اللي باخدها من متبرع حي فبالتالي الموضوع بيبقى اصعب شوية وهنا احنا بنحاول ننادي ان في الدولة هنا احنا لازم نبدأ التبرع من متوفين حديثا لشان خاطر الرئة ولكن في المرضى بتوع الفشل القلب مرضى الكبد الكلا المتبرع الواحد بيدي قلب رئتين كبد كلا أمعاء بنكرياس حتى العظم بنقدر نستخدمه